ويتعرض الأطفال في قطاع غزة لمعاناة شديدة جراء العدوان الإسرائيلية على القطاع فقد استشهد الألاف من الأطفال وأصيب العديد منهم بإصابات بالغة الصعوبة يتدرك فيما تحذر المنظمة الإقليمية والدولية من تفاقم معاناة الأطفال في قطاع غزة في ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلية اللي صار مع الطفل أحمد أنه استهدفوا بيته بشكل مباشر فقدت كل أفراد أسرته هو الناجي أخذنا الطفل وتوجهنا فيه لجنوب قطاع غزة تحديداً مدينة المصيرات أثناء تواجدنا هناك تعرض الطفل لقصف هذا القصف الثالث طبعاً الحمد لله أدى إلى بتر رجليه التنتين كان موجود معه وخاله كمان وخاله استشهد ربنا يرحمون موسيقى موسيقى يعني على الآخر الطفل نفسيته محطمة دايماً خايف مش مستوعب اللي صار معه لا في المرة الأولى ولا في الثانية ولا في الثالثة فقد كل أسرته وما ظلتش على قد إنه فقد أبوه وأمه وأخوه الولد فقد أيضاً دار سيد وأهل أبوه جميعاً ما بيجيش إلو حدا الطفل حالياً عايش حياة معسوية جداً 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 موسيقى موسيقى